إلى مسرح الجريمة في دومة وصل خبراء حضر الأسلحة الكيميائية ليعاينوا أدوات الجريمة لكن بعد أن هجر الشهود ودفن الضحايا عشرة أيام مضت على وقوع الجريمة رأى فيها مراقبون مدة كافية لإخفاء وطمس الأدوات والأدلة وتغييب الحقاق النظام السوري وروسيا أول المعلنين عن مصول البعتة الدولية إلى دومة بعد مماطلة في دخولها بذريعة وجود عراقل أمنية يجب معالجتها أولا وبرفقة وزير الصحة في حكومة النظام تجول فريق الخبراء في دومة فيما لم يحضر أي أحد من أطراف المعارضة السورية وعلى خلاف الأعراف القانونية يجتمع المحققون بالمتهم قبل معاينة مكان الجريمة بهذا المعنى كشفت مصادر من المعارضة السورية عن دخول فريق التقصي الحقاق في اجتماعات مغلقة مع مسؤولي النظام في دمشق وسط تكتم إعلامي من الطرفين الأمر الذي عزته المعارضة السورية إلى تواطئ محتمل بين الفريق الدولي والنظام إضافة إلى محاولة الأخير استبطاء الوقت بغية تغييب الحقائق وطمس الأدلة سيناريو محتمل حذرت فرنسا من وقوعه فرأت في تأخير دخول الخبراء الدوليين إلى دومة محاولة من النظام لإخفاء أدلة الجريمة وقرائنها الأخرى ومن يقلب أرشيف الثورة السورية لابد له أن يمر بصور لفرق تفتيش دولية وعربية أرسلت من أجل تقصي الحقاق منذ مجزرة الحولة في ريف حمص لكنها مكثت في دمشق أياما مع مسؤولي النظام قبل أن تعاين مكان الجريمة ثم مرت عليه مرور عابر سبيل وغادرت بإصدار بيانات بشأن ملاحظاتها كان الضباب وعدم الشفافية أهم سماتها ذلك هو الحال الذي اعتاده السوريون في كل جريمة ترتكب بحقهم فريق الخبراء الدولي الذي دخل الدومة لابد له أن يتذكر أن الهواء هنا قد تلوث بكيمياوي مشابه في العام 2013 يومها أعلن العالم نفيره الكلامي ووضع خطوطه الحمراء لكن ذلك لم يغير من المعادلة شيئا فما زال السوريون يقتلون بالكيمياوي وبسواه والعالم يدين وفي أفضل الأحوال يرد بصواريخ خجولة ترجمة نانسي قنقر